الحب من اجمل الحاجات اللي في الدنيا وخصوصا لما يعني يتوج بعد كده بالزواج والزواج طبعا هي اقوى علاقة بالدوم في الدنيا واقوى علاقة المفروض انها تدوم في الدنيا حتى ربنا سبحانه وتعالى قال عن الزواج الحاجة الوهيدة اللي قال عليها ان جعل ما بين الازواج مساق غليز مساق غليز يعني حاجة ما تكسرتش ابدا. الفيديو ده انا هوضح لك فيه ايه هي سر الحب الدايم وسر العلاقة دايما وسر العلاقة اللي بتدوم كبير ما بين الازواج كنا بنشوف الناس زمان دايما كده جدودنا وكده يعودوا ايه بتلاقيهم وصلين السبعين والتمانين سنة وهم لسه اه مع بعض وفيه ما بينهم عشرة وبنقول هو العشرة ولا اه الحب. اه قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الاشارات عشان يوصلك دايما كل الفيديوهات اللي احنا بنزلها جديدة. يلا بينا بقى نبدأ ونشوف ايه هي سر السعادة دايما او سر سر الحب الدايم او سر العلاقة الدايمة اه الزوجية. اه العلاقة الزوجية اه مش بتقوم مجادة عن الحب. بدليل ان في ناس كتير او بتتجوز مش عن حب وبعد كده بالعشرة بتوال ان بينهم يمكن حب اقوى من الحب اللي احنا اه يعني يوغدين عليه او اللي احنا عارفين معناه. طبعا وجود الحب اه في العلاقة الزوجية حتى قبل الزواج طبعا ده شيء اه مهم وشيء كويس. وبس مش مش شرط ان هو ان يكون الجوازة دي او العلاقة دي بتدوم لغاية اخر العامة زي ما بيقول. اه علشان العلاقة الزوجية تدوم والحب يفضل ويتولد. يعني بقصد اقول يتولد لان حتى لو مش موجود قبل الجواز زي ما قلت. فممكن يتولد مع العشرة. عشان الحب دي تولد. ويكبر اه الجواز شركة ما بين اتنين. بيتطلب الموضوع مجهود. مجهود ما بين الاتنين وتفاهم. وتواصل كويس عشان في الاخر اه يوصلوا لدرجة الحب او درجة التفاهم او درجة العشرة. اللي هي مهما كان حصل من اختبارات الزمن. لان دايما الزمن مش ثابت على حالة واحدة. مهما كان بيفضلوا مع بعض. ومهما كان ممكن بالعكس اه مع اي مشكلة علاقتهم بتقه اقوى واقوى. اه طبعا احنا في الاجيال الحالية. بلاحظين ان ان الانفصالات كتير والطلقات كتير. للاسف لان ما بقاش المفاهيم دي موجودة. الجواز بقى موضوع اه اتنين يحبوا بعض في الاول مثلا قبل الجواز وبعد كده يتجوزوا. اه شايفين الموضوع اه سهل واحد واحدة وعلاقة حميمية وفقط يعني. فس طبعا الفكرة الجواز وفكرة العلاقة انها تدوم اه اطول وقت ممكن. او انها تدوم لغاية اخر العمر دي فكرة محتاجة جهد ومحتاجة تفاني ومحتاجة اه فهم لطبيعة العلاقة. اه هتناول معك النهاردة. اه السبع اه نصايح. اه دي اللي تخلي العلاقة بالدوم والعلاقة بتكون اقوى يوم بعد يوم. اول نصيحة معنا هي التواصل. التواصل التواصل. التواصل دي اهم واول نقطة في التفاهم في اي علاقة في الدنيا. مش بس علاقة الحب او العاطفية او العلاقة الزوجية. اه عدم وجود التواصل بيخلي ما فيش تفاهم. طب احنا هنتفاهم ازاي لو احنا مش متواصلين مع بعض. يبقى لازم نجد طريقة ان احنا هنتواصل مع بعض. التواصل كمان يكون مفتوح وصادق يعني مش مجادة ان احنا بنتكلم مع بعض وبنتكلم في حاجات الدنيا او بنتكلم في مشاكلنا او بنتكلم في التزاماتنا واحتياجاتنا او بنتكلم كلام عادي مش هزي يكون في مشاكل يعني. لا تواصل يكون مفتوح يكون في مفتوح على طول اي حاجة اه بنتكلم فيها فده بيعزل العلاقة اللي بين الزوجين وبيخلل مهما آآ قبله من صعاب او مهما قبله من مشاكل فهم قادرين هم يتكلموا فيها وقادرين هم يتواصل ويتفاهموا فيها. آآ تاني حاجة وده اساس لعشان التواصل الفعال الثقة. ان احنا نبقى واثقين في بعض. عشان نبقى واثقين في بعض. او الاتنين الزجين او الاتنين المرتبطين. آآ اللي هم هيتجوزوا ان شاء الله يعني. آآ فحياتهم يفضلوا دايما واثقين في بعض. لما كون انا واثق ان اللي قدامي آآ آآ ان زوجتي مسلا هتفهمني صح وهي واثقة ان انا هفهمها صح. واحنا واثقين في بعض فهنقدر نتفاهم هنقدر نفتح البعض انا بيقوله. ما التواصل اللي احنا قلنا عليه في الاول. لازم يكون تواصل آآ صريح. وتواصل آآ فعال. مش مجرد كلام. آآ وعشان التواصل يجي صريح ويجي فعال لازم نكون الثقة. يبقى لازم نكون واثقين في بعض كويس قوي. وما نشكش في بعض. يعني ما افتريتش مسلاها بتقول كذا عشان كذا. وهي ما افتريتش اللي انا اقول الحاجة بمعينة عشان اعرف كيف حاجة معينة. ده دي ايه عدم ثقة مش قصدي مش قصدي عدم الثقة ان حتى الخيانة او او مسلا يكون الزوج بيعرف عن زوجته يعني على زوجته او بيكلم حد تاني او او الكلام ده يقول له لا الثقة بتيجي حتى في ان انا ابقى واثق في نيته ان هو لما بيجي يتكلم معي او هي بتيجي تتكلم معي بنكون قصدنا سليم. ما يكونش الطافل التاني بيحط دماغه اه حاجات تانية من مقصود من الكلام. فبالتالي احنا كده توصلنا اول حاجة توصلنا بشكل فعال. تاني حاجة ان احنا واثقين في بعض. اه التالت حاجة الوقت كويس يعني احنا الزوجين لازم يقضوا وقت كويس مع بعض. اه وقت كويس يشمل اي حاجة. يعملوا حاجة بيحبوها يعودوا يتكلموا مع بعض يعودوا يقضوا مع بعض يعودوا يتفاجر تلفزيون مع بعض. وقت كويس يعني وقت يكون فعلا باستمتاع هم الاتنين. مش مسلا يعودوا يتفاجروا التلفزيون وهو ماسك الموبايل وهي ماسك الموبايل او هو بيتكلم في التليفون او هي بتتكلم في التليفون مع صحابيطها. لأ ما هو كده مش مقضين مع بعض. هم قاعدين فيزيكالي كده مع بعض. يعني جسديا قاعدين مع بعض. بس كبين قدمين كمشاعر كتفاهم هم مش قاعدين مع بعض. فلازم النقطة التالتة الوقت الكويس اللي هما بيقضوا مع بعض. ده مهم قوي لقوة اي علاقة. آآ رابع نقطة الاحترام. ان آآ انا باحترم زوجتي وهي بتحترمني. فبالتالي ازهار الاحترام كل واحد فيه لما يبين الاحترام للتاني وبي احترامه المشاعر واحترامه القراء واحترامه حتى لو اختلفنا في القراء ما فيش مشكلة خالص الاختلاف في رأي زي لا يوصد للود قضاء زي ما بيقولوا. آآ حتى في وقت الاختلاف فانا بحترم رأي وجهة نظرها آآ بحترم خصوصيتها بحترم آآ علاقاتها مع اهلها بحترم علاقاتها مع 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 صاحباتها بحترم آآ وقتها. فالتالي موجود الاحترام الاحترام مهم. الاحترام في كل حاجة. ده مهم ان احنا نقفضل دائم متفاهمين مع بعض. خامس حاجة ان احنا يكون عندنا سعداد للحل الوسط. احنا عارفين كواس قوي ان مفيش علاقة في الدنيا بتمرش به آآ خلينا نقول حزارة فطور. خلينا نقول مشاكل. خلينا نقول صعوبات. خلينا نقول سميها زي ما انت عايز تسميها. فان ان انت تكون حاطت في دماغك وانت داخل على الجواز ان انت في يوم الايام لازم هتقبل الحل الوسط. الحل الوسط اللي هو ايه? ان احنا بنقعد نتكلم مع بعض وبنتقابل مع بعض في مصد الطريق. يعني احنا اختلفنا في الرأي فاحنا بنتقابل ما فيش حتى يتشبس في رأيه. فالزوج هتشبس برأيه مرة واتنين وتلاتة والزوجة مرة واتنين وتلاتة بعد جهة في الاخر الفطور آآ بيجبر في العلاقة. في الاخر البعد بيجبر. حتى لو اوكي انا تشبست برأيه والزوجة مسلا آآ قالت لي اوكي خلاص بس هي مش مقتنعة. فآآ مرة على التانية على التالتة بيبدأ فطور جامد ويبدأ ان احنا نبدأ عن بعض في التالي مش هيتم بقى في تواصل فعال ولا سكة ولا النقط اللي احنا قلنا عليها قبل كده. سادس حاجة معنا ان احنا اي علاقة لازم تتحلى بالصبر. اه الصبر بمعنى ايه? اه زي ما قلنا في النقطة اللي فاتت ان ان العلاقات او الحياة مش دايما وردية. مش دايما حلوة. مش دايما سعداء ومش دايما بنتحك. اه اللازم نصبر مع بعض في الشدائط. اه اللي بيواجه حاجة تاني يصبر معي وبيقيده وبيسنده. مش اه مش مسلا مجرد المشكلة مسلا طوال شوية فحد من الطرفين يتزمر من الموضوع او يبدي ان هو متضايق او الكلام ده كله. ده برضو بيولد فجوة. الفجوة بتجبر مرة عالتانية بتجبر 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 لغاية ما بيجي في وقت ملوقات بتحس ان هو بيستحيل العشرة. اه السابع حاجة ودي اخر نقطة واهم نقطة في الجواز. اه العلاقة الحميمية. اه العلاقة الحميمية دي ممكن بعد فترة معاناة من الجواز لما بتروح بعد زهوة الجواز والكلام ده كله بتبدأ بيبقى فيها فطور شوية بشوية. احنا نلحق الفطور ده اول بول. اه اه نجدد فيها نغير اي حاجة. اه نتفاهم فيها نشوف ايه اللي بيضايقني. ايه اللي بيضايقها. ايه اللي بيضايق الزوجة. ايه اللي بيضايق الزوج. اللي بيحبوه. يعني العلاقة دي طول ما هي. علاقة حلوة. بتفضل العلاقات العلاقة بقى الزوجية بمجمل علاقة حلو. لما بيحصل الفطور في العلاقة الحميمية وبيحصل زهق وبيحصل ان ما فيش حد عايز يقدم فيها او نشوف مسلا بدأنا يعني بدأنا الموضوع ما يبقاش عادي بقى عادي ما يبقاش مهم ليه بنسبب لنا. طول ما احنا بنفكر كده وبينفكر ان احنا زي ننمي العلاقة دي طول ما علاقتنا هتبدأ ببعض اكو. اه في الاخر هو زي ما قلنا الحب ده شيء حلو. يعني الجواز اه علاقة اه ربنا سبحانه وتعالى عملها لتدوم. اه شارع الطلاق لازباب وحاجات كتبة معينة لما بيحصل استحالة العيشة. بس قبل ما نصل لكلمة استحالة العيشة لازم نفكر لأ. انا مفكرش ان ان ما كونش داخل مسلا جوازة اه او داخل اتجوز وانا حاطش بماغي ان انا لو مرتحتش هطلق. يعني لا انت مش مش داخل تجرب. يعني او انتم مش داخلين تجربوا الجواز لو من فيها شعرات ما في طلاق. اه لا انت داخل الجواز حاطت في دمارك ان العلاقة دي ستدوم. العلاقة دي ربنا قال عليها ميثاق غليظ. العلاقة دي لازم تفضل موجود. علشان لازم تفضل موجود يعني بلازم احارب فيها. ولازم افضل. بدافع عن علاقة ولازم افضل اطور فيها. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. ما تنساش وجهة نظرك اسمعها. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الاشتراك عشان يوصلك كل جديد.